أهلا وسهلا بالإخوان والأخوات اليوم سوف نتعرف على طريقة تفعيل خاصية الفيس ديتكشن كشف الوجوه على أجهزة XVR, NVR أو DVR هذه الخاصيات تمكننا من جمع معلومات حول الأشخاص الذين مروا من أمام الكاميرا مثلا العمر هل هو طفل شاب أو عجوز الجنس ذكر أو أنت وكذلك بعض المعلومات الأخرى مثلا هل يرتدون النظارات قناع لحية أو بدون لحية والكثير من الأشياء الأخرى سوف نشرح هذه الطريقة على أجهزة دهوة وإن كنتم تريدون أيضا أجهزة إكفيجين وتركوها لي في التعليقات إذن لنبدأ الشرح نقوم بالضغط كليك يامين بالماوس مين مينيو نذهب أولا إلى خاصية سيستام إن كنت تملك جهاز XVR أو DVR فأنت تحتاج إلى هذه الخطوة إن كنت تملك جهاز NVR فأنت لست بحاجة إلى هذه الخطوات الأولى سوف نختار Face ثم نضغط على Apply وسوف يطلب من الجهاز إعادة التشغيل نضغط OK الآن بعدما قام جهاز تسجيل بعمل Restart نقوم بالدخول إلى القائمة رئيسية ثم الآن نذهب إلى خيار AI Artificial Intelligence كما تلاحظون هنا لدينا Face Detection و Face Recognition وهنا يا إخوان هناك خط كبير بين Face Detection كشف الوجوه و Face Recognition تمييز الوجوه خاصية تمييز الوجوه هي خاصية خطيرة جدا وسوف أعطيكم فكرة حولها في آخر الفيديو لهذا ابقوا معي إلى الآخر لكي تفهموا الفرق بين Face Detection وال Face Recognition أول ما نقوم به هو الذهب إلى خيار Parameters ونقوم بتفعيل خيار Face Detection على مثلا الكاميرا الأولى أو الكاميرا الثانية أو كل الكاميرات على حسب أنت ما تحتاج أنا فقط من أجل الشرح سوف أقوم بتفعيلها على الكاميرا الأولى وأضغط Apply الآن سوف أرجع إلى الواجهة الرئيسية كما تلاحظون الآن تشكل هذا المربع لكن يجب أن نقوم بشيء مهم وهو كليك يمين بالماوس وهنا في خانة Live Mode أقوم باختيار AI Mode كما تلاحظون لكي تظهر لي هنا هذه اللائحة التي سوف تبين للوجوه التي تظهر في كاميرا المراقبة كما تلاحظون الآن الكاميرا بدأت تعطيني النتائج عندما يتم كشف أحد الوجوه من طرف كاميرا المراقبة هذه المعلومات تظهر في الجانب كما تلاحظون هنا مثلا لدينا Age Child يعني السن طفل الجنس داكر هنا Expressions يعني التعابير كيف كان التعابير هل هو فارح أم غاضب أم حزين وهل يرتدي النظارات أولا هنا مثلا هذه خاصة ب Age Young شاب داكر وغلاسز لا أرتدي النظارات هنا كما تلاحظون Glasses Black يعني أرتدي نظارات سوداء يعطيك كل تفاصيل بمجرد أن تقوم بالضغط Double Click على هذا الوجه كما تلاحظون هنا يعطينا اللقطة التي تم فيها كشف الوجه يمكننا الضغط هنا على علامة Settings ويمكننا إضافة بعض المعلومات الأخرى مثلا لا أريد مثلا المعلومات حول النظارات أريد معلومات مثلا هل لديه لحية وهل يرتدي قناع يعني يمكنني الاستغناء مثلا عن Glasses وإضافة الBeard اللحية أو إضافة الفيس ماسك يمكنني الاستغناء عنها وإضافة الفيس ماسك بالنسبة لإضافة كل هذه الأشياء فهذه الطريقة ممكنة فقط على أجهزة NVR لكن أجهزة XVR والDVR فإمكانية الهارد وير والسوفت وير تكون محدودة لا يمكن استخدام كل هذه المعلومات دفعة واحدة هنا يعطينا عدد الأشخاص الذين التقطتهم كاميرا المراقبة مثلا هنا لديها 15 شخص لكن يمكن أن يتكرر الشخص إن كان مثلا قام بتغيير أحد الأشياء مثلا ارتداء نظارات أو ارتداء قناع واقي الآن ما هو الفرق بين الفيس ديتكشن كشف الوجوه والفيس ريكوغنيشن تمييز الوجوه تمييز الوجوه هي خاصية رائعة جدا لكنها لا تكتمل إلا بوجود الفيس ديتكشن كيف ذلك؟ الفيس ريكوغنيشن أولا نقوم بأخذ كل المعلومات حول الوجوه التي ظهرت لنا في كشف الوجوه ونقوم بإرسالها إلى خاصية تعرف على الوجوه وإعطاء معلومات إضافية مثلا الإسم دور ذلك الشخص في ذلك المكان مثلا مدير موظف عامل وما إلى ذلك وبهذه الخاصية يمكن أن نعرف أشخاص معينين متى مثلا قاموا بالدخول إلى مكان معين متى قاموا بالخروج ومعلومات أخرى وأيضا يمكننا تفعيل خيار سترينجرز يعني تفعيل خيار الغربة يعني حينما يظهر شخص لا يوجد في قاعدة البيانات الخاصة بتمييز الوجوه الفيس ريكوغنيشن فيقوم جهاز الـ NVR أو الـ XVR بإرسال إنضار يقوم بإطلاق إنضار في المكان وإرسال تنبيه إلى الهاتف أن أحد الغرباء قام بالدخول إلى المكان لأنه غير موجود في قاعدة البيانات التي قمنا بإدخالها مسبقا اعتمادا على كشف الوجوه شيء جميل جدا إن كنتم تريدون أن نقوم بشرح هذه الخاصية بالتفصيل في القناة نقوم بشرح كيف تفعل الفيس ريكوغنيشن وتأخذ المعلومات من الفيس ديتكشن وتمررها إلى الفيس ريكوغنيشن أتركوها لي في التعليقات أنكم تريدون هذا الدرس وسوف تتفاعلون معه وتتفاعلون مع هذا الفيديو لكي نقوم بشرحه إذن يا إخوان كان هذا كل شيء إلى اللقاء في فيديوهات أخرى